جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن حضر الخصوم والمصالح ورسم الآمال والمخاوف معاً في خطابات المتحدثين عن بلد يكاد يغيب عن الخارطة يقول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه يقترب من حل القضايا المتعلقة بالتحضير للجولة المقبلة من المحادثات في السويد المبعوث الأممي أشار في إحاطته إلى أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأن الحديدة بؤرة ساخنة من النزاع في الميلاد رغم الفشل الذريع الذي صاحب جولات المشاورات خلال السنوات السابقة تحدث جريفث بثقة أمام مجلس الأمن الدولي في أنه حصل على ضمانات من الأطراف اليمنية للحضور إلى المشاورات القادمة المشاورات التي ستبدأ خلال الأسابيع القادمة سترتكز على وثيقة تهدف لوقف إطلاق النار في اليمن أعدها المبعوث الأممي كما أشار يقول اليمنيون أن لدينا مرجعيات ثلاثا وبيانات أممية وبندا سابعا لم يستطيعوا إيجاد حل للمأساة اليمنية فما الذي ستقدمه هذه الوثيقة؟ في الجلسة ذاتها أعلنت بريطانيا أنها ستتقدم بمسودة قرار إلى مجلس الأمن من شأنها دعم مطالب مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الشؤون الإغاثية الطارئة مشروع القرار البريطاني يقدم كما يراه البعض حلولا جزئية لمشكلة كبيرة تبدأ بالمجاعة التي تفتك باليمنيين وتنتهي بدولتهم المستلبة من قبل ميليشيا الحوثي انتقادات حادة للآليات الدولية التي ذهبت لمراعاة مصالح الجماعة المسلحة والبحث عن معالجات ثانوية في الوقت الذي يفترض بها الانتصار لإرادة اليمنيين الدعوات للمباحثات الجديدة ما الذي تغير؟ وما الذي يستطيع أن تحدثه مباحثات جديدة مع الميليشيا؟ خصوصا أن هناك من يسعى لتصوير الأحداث أنها أزمة بين ميليشيا الحوثي والتحالف في محاولة للقفز على الحكومة وشرعية اليمنيين